أهلا بك كابتن الكبير كابتن أسامة حسني كل التحليك ولكل مشاهدين وكل المتابعة ومشاهدين قناة الآلي في كل مكان قبل أي كلام وقبل من نلقل كل الأجواء والكوليس الخاصة بتوجدنا طبعا في بريتوريا ومباراة الأهلي وسان داونز عايزة بارك طبعا لفريق 2001 على فوزه الكبير بالبطولة طبعا نعرف طبعا هم وديوفك نهاردة كابتن أسامة طبعا ببارك لهم وبرك لكل جمهور النادي الآلي عندنا قطاع مماز جدا قطاع نشئين إن شاء الله بإذن الله تكون فالخير ويكون بطولات إن شاء الله خلال المرحلة القادمة لو بكلمك كابتن أسامة طبعا على اللي تواجدنا هنا وحالة اللعبين ومدى تركيز ومدى استعداد الجهاز الفني لهذه المبراء المنتظرة والغاية فيها الصعوبة انت عارف طبعا كابتن أسامة 90 دقيقة كانت من نار في القاهرة هكون 90 دقيقة أصعب في بريتوريا وده اللي احنا متعودين عليه مع فريق سان داونز تحديدا يعني تعرف طبعا 2-0 نتيجة بالنسبة لسان داونز نتيجة كبيرة توفيق ربنا كان معانا كابتن أسامة فيها المبراءة الأولى بنتمنى إن شاء الله يكون توفيق ربنا معانا فيها المبراءة التانية المناخ والطاقس والجو وكل الأمور دي نعرف طبعا أنها بتشغل كل جمهور النادي الآلي وعايزة تطمن عينها لكن قبل ما نتكلم عليها هي خلاص هو هدف هدف بالنسبة للنادي الآلي عدينا مرحلة وعدينا شهود كبير جدا إن شاء الله بإذن الله كل الظروف دي حتى لو الظروف انعكست علينا وحتى التقس لو كان متقلب وحتى لو كان في رتوبة كل الأمور دي تكون دوافع بشكل كبير جدا لعابة النادي الآلي اللي إن شاء الله بإذن الله ثقاتنا كبيرة فيهم وفي الجهاز الفني إن احنا نقدر انتخط هذه المبراءة الصعبة والمنتظرة والمرتقبة ولكن لو بكلمك على التقس والمناخ الجو رائع ومميز جدا يا كابتن أسامة يعني نقدر نقول جنوب أفريقيا في هذا التوقيت برودة شديدة جدا درجات الحرارة بتقل بشكل كبير من 8 إلى 7 إلى 6 إلى 5 درجات فده أمر مميز جدا توقيت المباراة كمان الساعة 3 عصرا وقبل الساعة 3 عصرا بيكون التوقيت مميز في التوقيتات العادية في كل المباراة بيكون الرطوبة بتصل ل 87 و 88 لكن عايز أقولك الرطوبة هنا لا تذكر بالنسبة طبعا لكل المباراة اللي شاهدناها سوى فيتا كلاب أو سيمبا التنزاني أي مباراة من قبلها بيكون في صعوبة بشكل كبير لكن أمر المناخ ده حابين يحسنه بشكل كبير لكن منتظرين يوم المباراة ويوم المباراة ده هو يوم الأهم نتمنى إن شاء الله المناخ يكون طيب منها هيساعد اللعابين بشكل كبير جدا في هذه المباراة الترتبات الخاصة طبعا وتواجد الكابتن محمود الخطيب كرئيس البيعصة ورئيس مجلس الإدارة النادي الآلي رسالة كبيرة ومهمة جدا لكل اللاعبين تحفز العيبة بشكل كبير جدا بتخلي فيه رغبة كبيرة بتخلي فيه دوافع كبيرة وانت كنت أحد نجوم النادي الآلة كابتن أسامة وعارف ما يكون فيه قيمة كبيرة زي كابتن محمود الخطيب متواجدة كرئيس النادي وكأسطورة الكرة الأفريقية والمصرية والعربية ده أمر مهم جدا بيدي حافز كبير لكل العيبة النادي الآلي فالمناخ مقبول وكل الظروف مهيئة لعيبة النادي الآلي إن هي تحقق نتيجة مهمة جدا زي ما ما دخلش فينا الهدف في المباراة الأولى بنتمنى إن بيتسو مسماني الموديل الفني لفريق النادي الآلي يدرس بشكل كبير جدا سانداونز إن إحنا نقدر نغلق عنهم المساحات بشكل كبير وما يجيش فينا أهداف نقدر نجيب هدف؟ آه نقدر نجيب هدف ونقدر إن إحنا نحاق نتيجة إجابية ونزعد إن شاء الله من بيرتوريا لرغم صعوبة المباراة الصعبة جدا والمنتظرة من كل جمهور النادي الآلي تدريبنا النهاردة كان تدريب الأول لكابتن أسامة يعني يقدر أقولك تدريب 45 أو 40 دقيقة ما كانش فيه جرعات تدريبية قوية لأن انت عارف رحلة السفر قد شقة شوية لكن منتظرين غدا بقى إن شاء الله بإذن الله تدريب فريق النادي الآلي والبرنامج كمان الخاص بفريق النادي الآلي يمكن قدر أقولك صباحا هكون 8 ونص صباحا فطار فريل كل لعبة النادي الآلي 11 يكون وجبة غداء واحدة ظهرا هي محاضرة فنية البيتسو موسيميني هنا في فوندو الإقامة على أن يتوجه لعبه النادي الآلي والجهاز الفني فيه تمام الثانية ظهرا إلى ملعب المدينة الردية بجامعة بروتوريا اللي يمكن كان عليه تدريب الفريق النهاردة هنبدأ المستمرين كده حتى يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكون التدريب الرئيسي لفريق النادي الآلي على ملعب لوكاس موريبي اللي هيستهبل هذه المباراة ويسبق بقى الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي لكن مش هنسبق الأحداث هنمشي خطوة خطوة مع جمهور النادي الآلي اللي بنطمنه من خلالك أكابتن أسامة بنقول لعبة النادي الآلي مركزة في شكل كبير جدا ينخصنا التوفيق إن شاء الله في المباراة وروح الفني للحمراء وشخصية النادي الآلي بنأكد عليها في كل مرة المباراة دي بتحسن بالقلب يا أكابتن أسامة فيارب إن شاء الله يكون مع لعبة النادي الآلي ونقدر ناخد خطوة للأمام في البطولة الأفريقية ونقدر نحافظ على لقب بكون البطولة العشرة في دولاب بطولات النادي الآلي مستمرين يا أكابتن أسامة باع معاكم مع كل مشاهدي ومتابع قناة الآلي في كل مكان على المدار الأيام القادمة رسالات خاصة على شاشة قناة النادي الآلي تحركوا اللعابين ووصولهم التدريبات كل الأخبار والكوليس الصحافة كمان هنا في جنوب أفريقيا إزاي بتكلم على النادي الآلي وعلى قيمة هذه المباراة لكن إن شاء الله بإذننا القادم يكون أفضل للنادي الآلي ونقدر نحسب بطاقة قد أهل لأدوار النهائية أعود لك من جديد يا أكابتن أسامة بنشكر زميلنا كريم أحمد يعني على التغطية المتميزة حطينا دلوقتي في الصورة وكاننا دلوقتي مع بعث النادي الآلي في جنوب أفريقيا كل الدعوات وكل الأمنيات وكل التمنيات إن شاء الله بالتوفيق لعبة النادي الآلي ويكونوا في حالته من شاء الله يوم السبت يا رب إن شاء الله بالتوفيق ليكم للجهاز الفني